بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول حلقة في math grade 2 إن شاء الله منهج مات تانية ابتدائي هيكون معانا على القناة السنة دي ما تنساش قبل ما تبدأ في الفيديو تعمل لايك وشير مع صحابك سبسكرايب في القناة تابع معانا منهج مات تانية ابتدائي النهاردة إن شاء الله هناخد حلقة بسيطة وسهلة هنرجع الكلورز عشان هنستخدمها وبعض الاشكال اللي احنا درسناها في grade 1 الكلورز يعني الالوان إيه هي الالوان اللي احنا درسناه في grade 1 أول لون هو red 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 تاني لون اللي هو white 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 بعد كده هندرس الجرين 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 اللي هو اللون الأخضر بعد كده بيجي البربل بيربل اللون اللي شايفينه ده اسمه بيربل بيربل بعد كده blue بلو كلنا عارفين اللون ده اسمه black black يبقى تاني الالوان اللي احنا دقابلنا في كتابنا red white green purple blue black نكمل مع الكلورز هناخد لنون مهمين جدا هو yellow بعد كده اللون بعد كده اسمه orange اللي هو اللون البرتواني يبقى yellow and orange yellow orange مهم جدا تفرق بين الالوان دي shapes اللي احنا درسناها في grade 1 أول shape اسمه square square يبقى الشيب اللي قدامك ده اسمه square بعد كده بتدرس triangle triangle يعني مثلس بعد كده بناخد rectangle بيجي بعد كده circle يبقى الأشكال تاني اللي هتعملنا في الكتاب square triangle rectangle circle square triangle rectangle circle next solids ايه هي الصولدز اللي احنا درسناها في grade 1 solids يعني حاجة تقدر تمسكها بيدك أول solid درسناها هو الكيوب 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 كيوب بعد كده درسنا الكيوبويد كيوبويد اللي هو شكل علبة الكابريت كيوبويد بعد كده slender slender اللي هو شكل الألم اللي موجود معك أو شكل البنسل اللي موجود معك slender slender الشكل ده شكل الايس كريم كون اسمه كون 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 كلنا عارفين أيام الأسبوع أول يوم عندنا هو sunday monday tuesday thursday when is day friday بعد كده بيجي saturday في الغالب احنا بنبدأ بيكون يوم friday وال saturday the weekend أو أيام الأجازة الأسبوعية يعني بداية الأسبوع دايما بتكون بيوم اللي هو sunday ثاني sunday monday tuesday thursday when is day friday saturday بناخد معلومة مهمة جدا اللي هما how many days of the week يعني كام يوم في الأسبوع طبعا كلين هارفين seven days لو انت عددهم هتلاقيهم seven one two three four five six seven يبقى لما يسألي سؤاله يقولي number of days of the week كلين هنقوله seven ممكن يسألك فيها بطريقة تانية يقولك one week equals how many days one week equals how many days على طول هقوله one week is equal to seven days seven days لو قلتلك two weeks equals how many days لو انت عندك أسبوعين معناها seven plus seven is equal to fourteen days fourteen days يبقى انت نساش معلومة مهمة ان one week is equal to seven days two weeks is equal to fourteen days بعد كده بناخد شكل مهم جدا بيوضح لي days of the week بيتبدع بنقوله Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday دول اسمهم ايه days of the week how many days of the week خد بالك عندنا seven days next month of the year ايه هي شهور السنة month of the year خد بالك اول شهر احنا بنتعمل معه January January February February March April May June دول لو عددهم هتلاقيهم six month يعني ست شهور في زي يوم كمان ست شهور ثانيا July August September October November December يبقى ثاني January February March April May June July August September October November December طيب احنا لو عدينا month of the year هلاقي عندي 12 month One Two Three Four Five Six وزيوم Seven Eight Nine Ten Eleven 12 يبقى لو سألني كم شهر موجود في السنة هقول له 12 month How many month of the year هتقول له الإجابة 12 month يبقى السنة فيها 12 month ما تنساش معلومة دي نبدأ ناخد كالندر للشهر تعني ايه كالندر للشهر يعني تقويم للشهر الشهر ده بيبدأ بيوم ايه؟ التقويم اللي قدامنا ده لشهر January 2021 اللي هي سنة 2021 الشهر ده بيبدأ بيوم الجمعة اللي هو Friday يبقى The first day On Friday في يوم الجمعة One Two Three Four And so on لو سألتك قلتلك يا مستر يوم عشرين في الشهر ده هيكون موافق يوم ايه في أيام الأسبوع هتروح على 20 اللي هي عشرين وبعدين هتلاقي وسطها وينيس دي الأيام اللي هي هتوافق الوينيس دي 6 13 20 27 لو سألتك how many days of January هتلاقي 31 days مهم جدا نكونوا حافظين شهور السنة بالترتيب هو بقول لي rearrange the month يعني شهر واحد ده هيكون ايه؟ طبعا هو January هدور على January وابدأ اكتبه في الأول هذه كلمة January وابدأ اكتب كلمة January January أول شهر بعد كده February February هكتب كلمة February February بعد كده March March اللي هو شهر ثلاثة March اللي هو بالعربي اسمه Maris بعد كده April شهر ابريل April April بعد كده مستر شهر May May هشتب عليه واكتب May بعد كده June June هشتب على شهر June واكتب كلمة June بعد كده July 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 اللي هو شهر سبع July July بعد كده هيجي August هتكون حافظهم August 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 بعد August هيجي شهر أكتوبر October 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 بعد كده هيجي November 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 آخر شهر معانا December December بكده يبقى احنا انتهينا من الحزة النهاردة من تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع صحابك سبسكرايب في القناة